ركل قليل المتبقية من علامة الجزام نلجأ إذن إلى ركلات الترجيح ركلات الحظ البعض يعتبرها موت بطيء كرويا قد تكون الركلة الأولى هي الأهم ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس يضع الكرة في المرمى الله كرة في مدى الروعة خدع الحارس بطريقة بارعة لعب الكرة في الاتجال آخر الكرة في المرمى النتيجة واحد واحد بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل واحد واحد الحارس توقعها صح لكن الكرة بهبته المرمى توقع صحيح من الحارس كان بالإمكان أفضل مما كان ثالث منفذين ركلات ارتمى الحارس في التجال معاكس روعة في التنفيذ حارس في جهب الكرة في جيال أخرى ثم مع الثالث الآن الحارس توقعها صح لكن الكرة بهبته المرمى رابع لاعب ينفذ الركلة تقدم وسددها بكل ففا هذه ركلة جزائية مذهلة الله ينجح في تسجيل بسهولة كبيرة بعض المدربين يضعهم لاعب في الركل الخامسة لاعب الخامس توفع صحيح من الحارس كان بالإمكان أفضل مما كان سينيقال لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء سينيقال عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حضوظه يا سلام نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء الله على هذه اللطة على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى شناوي هو الأمل الأخير لفريقه إذا صد هذه الركلة كرة رائعة حمل أعرعات فيه مهمة كبيرة وكان في المعاد أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر يا لعيب لمسا كانت رائعة الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمل الدور الآن على ثامن اللاعبين في قائمة المنفذين ينجح في أن يخدع الحارس يسجل هدف سينيقال هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاء هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة المسدد التاسع يتقدم الكرة في الزاوية والحارس في زاوية أخرى وركلة رائعة وهدف ويقفز الجمهور من الفرح عشر المسددين على لا يحب يتصدى لها الحارس تألق الحارس في إنقاذ الكرة يا سلام ينجح في إنقاء الفريقه هذه كرة الأطمانان أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر ضربة مذهلة سينيقال لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة ينجح في تسجيل بسهولة كبيرة يا سلام تنفيذ رائع الكرة في زاوية الحارس في الأخرى يا سلام نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء السعداء يا لها من ثقة يا لها من إمكانيات كرة في المرمى سينيقال هل هي كرة التعادل أمل خسا سجل ويستمر فريقة في القتال في المحافظة على أمال محمد صلاح يتقدم لي تسجيد الركنة الترجيحية يبدو أن ارتمى الحارس في التجاه المعاكس بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى سينيقال هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء وهدف ويقفز الجمهور من الفرح يا سلام تنفيذ رائع الكرة في زاوية الحارس في الأخرى الله على اللقطة وعلى تقلق حارس المرمى شناوي عليه منع هذه الركنة من أن تصل إلى شباك أوه كرة رائعة حمل على عتكه مهمة كبيرة وكان في المعاد حمد الليلي عيون على حارس المرمى قبل تزيد الركنة يا سلام على مرعة الحارس سصدي غير عادي لمرة ثانية الله على هذا التعادل عندما نقول حارس كالف ينجح في صد الركنة وكرة ضائعة الضغط كان كبير عليه جداً للفوز بهذا النهائي من أجل أن يسدد هذه الضربة لكن خانته عصابه وأهدرها طالع حابد يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تزيد ركنته ينجح في أن يخدع الحارس يسجل هدف روعة في التنفيذ حارس في تيهب الكرة في التيهة الأخرى ستنيقال عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حضوظه هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة والآن الدور على أيمن أشرف ينقذها الحارس يا سلام شناوي إذا صدها سيعيد الأمل لفريقة طموح الفوز سلاسة الموجود أحمد المحمدي يتقدم لتسجيل راكلة الترجيح سيطر على عصابة وسجل ضربة الجزاء ببراعب سنيقال لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء يا سلام نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء سعداء حجازي عيون على حارس المرمى قبل تزديد الراكلة ضيعها شناوي عليه منع هذه الراكلة من أن تصل إلى شباك لكي يكون هو النجم لكي أنهت هذه الراكلة المباراة ينهى من طريقة صعبة جدا في الخسارة الحظ كان له دور كبير فيها الحارس حاول أن يفعل شيء لكنه الآن يشفر بخيبة أمل لم يقدمه